اشتركوا في القناة ومقف بيننا وبين الإسرائيليين حتى يكون الخروج الإسرائيلي خروجاً هادئاً وجيداً وطبيعياً وهذا ما يبذل عليه السيد أولفلسون هذه الجهود ويقصر الخلافات ويحاول بكل الوسائل أن ينهي الاختلافات في المواقف هذه النقطة النقطة الثانية ما سيأتي في اليوم التالي للانسحاب المشاريع التي ستكون في غزة سواء مشاريع اقتصادية أو مشاريع سياحية أو غيرها من المشاريع التي ستتعم كل مناطق غزة والضفة الغربية هذه يتولاها السيد أولفلسون بما لديه من صلاحيات خاصة وأنه مبعوث اللجنة الرباعية وبالتأكيد سمعتم عن الدعم الذي خصصته الجيئيت وأعتقد أن هذا كله سيصب في دعم مهمة السيد أولفلسون الذي نتمنى له كل النجاح سيكون في مهمة السيدة في مهمة السيدة But that's a commercial decision which Palestinian businessmen can make. But my expectation is that a large volume of this can be reused for housing and reused as aggregate and not being forced on the Palestinians. It's something that's an opportunity for the Palestinians. So I think this matter is likely to be resolved within the next days. ترجمة نانسي قنقر